مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة في هذا الفيديو سوف نجيب عن السؤال الذي يطرح باستمرار في قناتنا هل أصبحت السلطانة خرم حقا تدير الحريم العثماني على الرغم من أنها لم تصبح سلطانة والدة هل حصلت حقا على منصب حاكمة الحريم لكن عزيزي المشاهد قبل أن نبدأ من فضلك إذا كنت تتابعنا لأول مرضى لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو ونشره مصدر الإجابة هو كتاب الدولة العثمانية المجهولة حيث ذكر الكاتب في أصدر قليلة أن السلطانة خرم رغم أنها لم تصبح سلطانة والدة إلا أنها حقيقة حصلت على صلاحية هذا المنصب وأصبحت تدير الحريم العثماني كان ذلك إثر نفي السلطانة مهدوران تحت غطاء مرافقتها لابنها كحاكم على ولاية مانيسة ولقد جاء ذلك وفقا لعدة مؤرخين إثر الشجار الذي دار بين السلطانتين مهدوران وخرم ووصل إلى حد الشتم والضرب جاء ذلك أيضا بعد الزواج الرسمي للسلطان سليمان من السلطانة خرم ووفيت السلطانة حفصة إثر ذلك وهكذا أصبحت الجارية التي كانت أول محذية لتزوجها سلطان عثماني وتصبح إثر ذلك حاكمة للحريم العثماني رغما عن أنها لم تكن سلطانة والدة أردت فقط أن أؤكد هذه المعلومة بما أنها وردت في كتاب موفوق نعم أدارت السلطانة الحريم قبل أن تصبح سلطانة والدة هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو أتمنى أن يكون قد أعجبكم إلى اللقاء في فيديوهات أخرى تحياتي أنا فردوز حافظ الرشيد إلى اللقاء شكراً جزيح شكراً جزيح شكراً جزيح اشتركوا في القناة